دايماً لما نكلم فيه انتخابات انتخابات مش عايز الناس تفتي يعني يطلع حد قبل ما تطلع نتيجة وقولك أصلا فلان مش كا ما فيش حاجة اسمها كده في الانتخابات خالص في حاجة اسمها فرز أصوات جايز تكون الساعة تسعة وعشرة أول صندوق إنك رقم واحد بس تيجي الساعة اثنين بالليلة تبقى رقم سبعة عشر انتخابات يعني أول صندوق حاجة وآخر فاز حاجة تانية النتيجة في الآخر مش في الأول يعني جايز في الأول تبقى سعيد سعيد يا سلام خد وبعدين في الآخر اللي هو إيه العدد في الآخر عمل كام كام صوت ترتيب كام هو ده الموضوع وفي الآخر مش رايح هبقى رابع ولا خامس هروح ألعب كونفدرالية ولا هلعب بلاعب لا انت يا أول يا تاني إنما تالت ورابع ده خلاص لو فحلت الإعادة يعني ولكن من لنا شايفه جايز الله أعلم ما حدش يعرف إيه المؤشرات أو يقدر يقول لسه بقول لكم بدر على إعلان الحصر العدد لهذه الأصوات في دائرة ميت غمر على وجه الغصوص ولازم الناس تأخذ الأمور بروح رياضية طالما احنا بنتكلم على انتخابات الانتخابات فيها واحد هيعدي وواحد مش هيعدي ميت غمر فيه اتنين هينجحوا اتنين والباقي مش هينجح هي دي لابت الانتخابات هي دي الانتخابات ومش لازم كل مرة أدخل الانتخابات فوز بالمناسبة هي الانتخابات كده ترامب دخل الانتخابات وفزوا المرة والتاني مرة روح انتخابات يعني انتخبوا الشعب الأمريكي ثم الشعب الأمريكي ما انتخبوش جايزة النهاردة فوزت في انتخابات جايزة بكرة ما بقاش موجود في الانتخابات عادي وانت الانتخابات اللي قادمة ان شاء الله وعليكو خير بس الأهم ايه محدش يتكلم يقول حصل معايا لا حصل الانتخابات تمت وناخبين نزلوا وانتخبوا هم عزينوا وأحمد الألفي متقدم وبدأوا عبل طوف متقدمين لاتنين بفرق كبير بالمناسبة يعني الاتنين متقدمين في متغامر بفرق كبير قد يكون قد يكون ما عرفتش قد الاتنين يحسمون الجولة الأولى وميبقاش فيه عادة قد يعني انا بقول قد من المؤشرات لحد دلوقتي حد 11 و 3 11 و 5 عشانه بقى دقيق قد يحسموا من الجولة الأولى ممكن يبقى فيه عادة تمانين في المية تمانين لحد دلوقتي قد يكون مستشار مرتضى منصور مش موجود حتى في الإعادة وارد تاني بقول وارد قد يكون في الإعادة كمان وحتى لو ده حصل مرتضى منصور ياخد موضوع بروح رياضية نجح الانتخابات الفاتت بقى واحد من أعلى الأصوات هو هو مروق توفيق عكاشة فعادي جدا لو دخل يعني تاني بقول انه الأمر يعني انه في الآخر احنا بلد مش ضد حد ومحدش ضد حد ناخب انتخب ناخب ما انتخابش حر الناخب له رأيه نحترمه وبعد كل هذه الأمور ثاني بقول لانه في الآخر نحتكم للصندوق كلنا نحتكم للصندوق وانا من خلال المعاشرات الأولية بقول انه فيه اتنين جايز يحسنون الجولة القولة جايز لو خدوا خمسين في المية زائد واحد من عدد الوصوات الصحية في مية غمر يحسنون الجولة قولة خلاص يبقوا خلاصوا من الأول وخلصت انتخابات في مية غمر خلاص وارد نعرف ده امتى مع قرار الهاية الواطنين انتخابات المستشار لشين إبراهيم ترجمة نانسي قنقر